نشوف طاقتك اول شي لهاي الفترة كيف عاملة على شو عم بتركز واو رح يكون في عندك سعادة عاطفية كبيرة فيه كاس حبي كبير رح يتقدم لك ان كان من شخص قديم او بالنسبة لاشخاص اللي العزاب كمان في حتى اللي عندهم حبيب قديم فيه كاس جديد حب رح يتقدم لك من شخص جديد يمكن يكون معجب له فترة فعم بشوفه كتير مهتم فيك كتير عم برقبك شايفيتك عم تعطيه فرصة هاي الفترة ضغطك عم بتكون مركزة عليه او عم بتفكر فيه اكتر شي خلينا نشوف ازا الفترة هاي شو مخبيت لنا لبرج العقرب برج العقرب كمان تسعبوا الفترة الاخيرة وعانوا من خذلان معين تعبهم شخص فيه شخص مبين بالورق كتير تعبكم كتير كان ملعب كتير كان آآ آسي بقراراته بي عم بشوف هذا الشخص عم بيلعب بالثلاث ورقات يعني آآ بالفترة الماضية عم بيكون آآ آآ عم بيلعب على اكتر من خط عم بيكون يمكن عنده علاقة ثالثة او آآ موضيع تانية كان داخلي يمكن على على طمع معين شايفيته ما كان صافي بالماضي ولكن آآ آآ بعديها صار في آآ حب عم بشوف هلأ آآ آآ هذا الشخص عم بيرابك عم بيكون عنده مشاعر قوية جدا من ناحيتك ولكن هو خايف آآ منك آآ زيقك انه خلينا نقول آآ هذا الكرت اجا فوق هذا الكرت خايف منك من قرارك من رفضك من آآ انت بآ خلاص صور تحذر منه انت صور تعارفه صور تعارف كيف بيفكر آآ كشفته زي ما بيقوله فآآ آآ عم بيكون شوي خايف منك عم بتطلع من بعيد آآ عم بيرائب الامور لما تهدى شوي كذا عم بيحاول انه آآ يرجع او يرجع الامور آآ زي ما كانت او يطور الامور العاطفية اللي بينك وبينه ممكن يكون هذا الموضوع مش آآ عاطفي ممكن يكون عملي لانها قراءة عامة وازا كانت عاطفية ممكن تكون عكسية انت بتعرفه حبايبي فآآ هذا الشخص عم بيكون كتير برائبك من البعيد آآ شاكك انه عندك يمكن آآ حياتك مبسوط كذا آآ ولكن انا بشوفك يعني بشوفك عم تستناك كمان عم تحبه نفس الحب آآ شايف فيه نوع من الكارما او رح يصير آآ بناتكم آآ فيه عدالة موضوع يعني فيه موضوع معين آآ وكأنه هو رح يخسر امور معينة رح يخسر آآ أشخاص آآ أموال يمكن صراعات عم بتكون آآ حوالي هذا النوع من الجزمة اللي ممكن انه يصير رح يكتشف انه انت الخب الوحيد يعني اللي بحياته ممكن كمان هذا الكارت يكون مشروع جديد آآ فكرة جديدة ممكن تتبلور آآ على الصعيد العملي ممكن تكون فرصة عمل جديدة آآ شايفة كمان آآ للناس اللي عم يدرسوا او آآ عم يستنوا منحا أو عم يستنوا نتيجة معينة عم بتكون مبهرة آآ أخبار عم آآ توصلهم وعم يفرحوا فيها كتير في أخبار آآ جدا مفرحة رح توصلك يا برج العقرب آآ على الناحية العاطفية قلنا هذا الشخص آآ يعني من بعد ما كان آآ عم يخفي شغلات من بعد ما كان آآ ملاعب في عنده أطراف في عنده وشغلات آآ بعد الجوجمنت أو بعد الكارمة اللي رح تصير عم بيقدم لك عرض عم بيقدم لك آآ حب آآ مشاعر جديدة آآ وعم يكتشف انه انت الوحيد اللي حبيته وانت الوحيد اللي يعني اعطيته آآ يعني حبيته حب غير مشروط خلينا نقول فعم بيكون هذا الشخص آآ رح يلجأ لك بآآ موقف من المواقف آآ انت رح تكون شوي شايف حالك شوي ما اخد آآ طرف او جنب آآ ولكن هذا الشخص رح يحتاجك آآ فعلا في موضوع من المواضيع آآ ان كانت معنوية او مادية او ايا كان. الطاقات اللي عم تزهر عندي آآ برج السرطان كتير صار ظاهر هلأ آآ لحد يتلى في الاسد آآ كمان الميزان انا بحس كمان هذا الكرت ميزان بشكل عام الطاقات آآ عم بتكون آآ نارية اكتر شي عم بتكون ما آآ آآ ترابية وعم بتكون كمان مائية هذا بشكل عام خلينا نفتح شوي على العاطفة اكتر شايف في حياة عائلية خاصة للمتزوجين او للمطلقين في رجوع في آآ آآ رجوع للعلاقة للحميمية بناتكم للمشاعر المرهفة اللي كانت موجودة في في حياء أسرية حلوة خاصة للمتزوجين أو للمطلقين. شايفة في علاقة ثلاثية أو عائق في العلاقة عم تودعه. عم تحكي له باي باي. لهذا العلاقة الثلاثية عم عم تمشي من من دربكم بدون ما أنتو يعني بدون ما أنت تعمل شي بدون ما أنت تنتقم بدون ما أنت تعمل شي هي العلاقة الثالثة راح تروح لحالها في سبيلها. شايفيتك كثير نجرحت من هذا الشخص ويعني الطرف الثالث كان يتطلع وهو يمكن كان سبب من الأسباب هاي. شايفيتك هاي الفترة عم تستعيد قوتك عم تستعيد نشاطك. شايفيتك راجع يعني وكأنك راجع عشر سنين لورا عم تحكم الأمور عم بتكون في يعني الأمور في إيدك أكتر ما هي في الطرف بإيد الطرف الثاني. آآ شايفة شايفة في فراشة حب بناتكم متل مسجات آآ أمور أخبار عم توصل من طرف للتاني آآ الشريك شايفيته عم بيكون آآ يعني ماسك متل آآ خلينا نقول آآ وردة أو شغلة لإلك مخبيها لوقت معين آآ فشايفيتها عم توصل لك هون وانت عم بتتفرج عليها وكتير مبسوط. آآ شايفة في عندك شوية طاقات سلبية حبيبي مو تنتون آآ حسد على آآ الأغلب آآ فحاول إنك تستشفي من هذا الموضوع عم بيأثر شوي على آآ آآ العاطفية. أو أي طاقة سلبية أخرى عادي يعني آآ مش آآ مش شيء معين آآ شايفة في آآ قوة رح تمتلكها في العلاقة ما رح تكون زي بالأديم القوة يعني مع الطرف الآخر رح تتحول أو تنقل بالآية والقوة تصير معاك أكتر ورح تحكم الأمور بآآ بأكتر حكمة ما رح تعطي الطرف الآخر أكبر من حجمه خلاص رح تحجم الأمور رح تحجم الأشخاص بشكل عام حتى مش بس بالعلاقة العاطفية شايف لك آآ برج العقرب هاي الفترة عم بحجم الأشخاص اللي حواليه. هون في أمنية في زرعة انت زرعتها قديما ويعني نسيت موضوعها خلص يعني ما رح تتحقق وفعلا رح تتحقق في هاي الفترة ان شاء الله آآ ولكن زي اللي انت خلص يعني نفسك طلعت منها او آآ اجت بغير وقتها لكن هي رح تتحقق. شوفي ازا في تحذيرات معينة لبرج العقرب. آآ في ناس عم تطلع عليك في ناس عم تحسدك في ناس عم بتحاول انها تتعطل امورك ان كان في العمل او في العاطف اتنتين بزبط. آآ هدولة متل الفيران شايف كيف آآ اشكالهم ازا الصورة واضحة. متل الفيران متل الاشياء الصغيرة هيك اللي بتمشي بتمشي بتحكي حكي بلا معنى بلا يعني مش صادقين آآ وبترجع الجحر تبعها يعني بتتخبى فهي آآ بتكون خايفة منك آآ او خايفة منكم آآ عوائق هاي ممكن تكون بالعلاقة كمان العاطفية ناس عم يحكوا عليك بطريقة مش آآ حلوة ولكن يعني الفار بيضلوا فار الفيران بيضلهم فيران فعلا آآ ما في لهم اي تأثير على الموضوع مخلوقات صغيرة آآ ما حدا شايفها آآ بتضلها بالجحر آآ تبعها طول الوقت آآ خايفة ف يعني ما تخاف آآ شي بالعكس يعني ورقة حلوة آآ بس انهم يعني تكون حذر من هدول للاشخاص ما تطلع اسرارك آآ تحجم العالم تحط حدود ما تعطي لهم اهمية ابدا لا بتفكيرك ولا بضغطك ولا حتى بافعالك بيقولك فيه اجابة لسؤال معين فيه سؤال في بالك وأنا للمصيحة اسأل هلأ السؤال عشان احكي لك شو الاجابة اللي مكتوبة في الورقة اسأل سؤال اضمر على شي فالاجابة هي نعم فبيقولك اجابة السؤال اللي انت عم تسأل عليه هي نعم هي مثل ترك مثل اللعبة يعني طلعت لك فحلو فما بعرف انت على شو سألت يعني يا الله عالم ازا شغلة سلبية يعني شغلة ما بتفرح ازا طلع الجواب نعم وازا شغلة ايجابية وطلعت الاجابة نعم فشي حلو لك فهم يعني خلص بكفي نكت بكفي مشاعر سلبية بكي حلو كفي تاخد يمكن انت من الاشخاص كمان اللي بيشتغلوا اكتر ما هم بيهتموا بالامور التانية فبيحكي لك ارجع لهواياتك ارجع اركض العب اعمل الشغلات اللي بتستمتع فيها ما تكون سوداوي ما تكون متشائم استمتع اطلع انزل اعمل الشغلات اللي بتحبها يعني بكفي حابس حالك بالنسبة للاشخاص اللي حابسين حالهم اه ما عم يطلعوا عم يكونوا شوي مكتئبين بيقولك تأكد هاي نصائح جاي من الانيمالز بيقولك انت طلع لك يعني كل نصيحة بتكون لها علاقة في الحيوان في الانيمال اللي موجود في الصورة فانت اجاك الجمل يعني فالكمل شو عم بيقولك 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 انه انت تأكد وكن على ثقة انك انت بتمتلك جميع المعلومات لحتى يعني او مش ممكن يعني معلومات ممكن انت بتمتلك جميع القدرات لحتى تجتاز الصعوبات او المشاكل او العسرات اللي ممكن تلاقيها على سبيل المشاكل بخير انه حقًا اوال انت پتراف